اشتركوا في القناة للمصالحة الحقيقية وبدون اطالة رايح هو انه نذكر بعض المحطات حتى باش نفهمه اولا السراع واش نقصد انا بالمصالحة المنقوصة في الجزائر واش نقصد بالمصالحة الحقيقية دون هو انه نضال داخل في التفاصيل تعرفوا باللي هناك سراعات في الجزائر السراعات هذه ليست وليدة اليوم تعادي انت عربي وقبيلي وشاوي وترقي ومزابي ما نشأنا اللي خلقتها رقموا تشوفوا مرة على مرة بعض التعليقات بعض الناس اللي يقول لك العرب اخرجوا منها رحوا يشوف الخليج ورحوا يشوف السعودية ارجعوا لليمن مرات هو انه كالناس اللي يحدثك هو بالفرنسية لما تقولوا مثلا اكتب لي بالعربية يقول لك انا كذا وكذا وكذا وبطبيعة الحال انا لا اقصد جهة معينة او اقصد منطقة معينة وانما نتحدثكم على هذه الامثلة حتى باش تفهموا باللي ما كانش مصالحة مسائل تاريخ قضية مثلا تار ابن رمضان قضية تار كريم بالقاسم قضية تار محمد خيضر قضية تار شخصيات واحدة اخرى قضية تار المقتل تاهم ولا الاغتيال تاهم فيها تفسيرات مختلفة قضية تار ايفيون قضية تار مؤتمر الصمام كي الناس اللي رهم ذلكم دائر مؤتمر الصمام مرجع كي الناس اللي رهم يطعنوا فيه كي الناس اللي رهم ذلكم يتحتوا على قضية تار ايفيون باللي راها مرجع كي الناس اللي رهم يطعنوا فيها الطعن في هواري بومديون الطعن في الأمير عبدالقادر الطعن في المدرسة الجزائرية الطعن في التربية الطعن في المسجد الطعن في كل شيء بالتالي يظهك أنا لما راني الآن أنا نتحت على هذه المصالحة المنقوصة رايح نعطي أدلة على شراها مصالحة منقوصة وهذا كما قلت لكم أنا فقط كأمثلة تعرفوا إذن كين هناك سراعات سراعات تاريخية كين الناس اللي راهم يقول لك إحنا العرب احتلونا والعرب دارونا والعرب دارونا والعرب دارونا المهم إذن كين هناك سراعات سراعات موجودة راكم يردوا فيها في المصطلحات راكم تشوفوا فيها في التعليقات سواء على القنوات التليفزيونية أو على الصحف أو على المواقع أنت التواصل هذه أنت مسألة أنت العرب بيحتلونا مسألة على هذه أنت البعثيين تهضر معاهدوك مثلا هكذا بالعربية يقول لك أنت بعثي أنت مصري أنت يا كذا رحوا يعيشوا في اليمن رحوا أرجعوا للخليج إذن كين هناك سراعات سراعات سواء تعلق الأمر بالتاريخ أو بالدين أو بالوطنية أو بكل شيء تعرفوا باللي رأيها حدثة أحداث في الجزائر أحداث مختلفة حدثة صوارات حدثة انتفاضات شعبية مختلفة حدثة كوارث حدثة انسلاقات مختلفة المهم المهم خلينا نجيو فقط بثمانية وثمانين ورواح كما قلت لكم أنا رأني مديت أمثلة وراح نتحدث على محطات فقط لأنك انت لو كان انت توقف قدام كل محطة وتبدأ انت تشرح فيها وتبدأ انت تتعمق فيها وتبدأ انت تغوص فيها ما تقدرش انت تخلص الموضوع في خلال مدة معينة وإنما رحك رح تبقى أيام وحلقات إذن الشيء اللي يحدث هو كاين هناك سراعات وكاين هناك اختلافات حول مواضيع مختلفة بل حتى حول حول كيفية تعد تسير تعد الحكم حول الناس اللي رأهم ذركه ما حكم الحكم حول الناس اللي رأهم في المعارضة حول الناس اللي رأهم في الموالتك متسمحوا بعض الناس اللي يقول لكم معارضة في الخارج روح جل هنا الجزائر وعارض الناس اللي راهم في الجزائر عارضهم منوعين وروحنتو وفرها إذن حدثت أحداث كثيرة تعرفوا باللي كان هناك غلق كان هناك حزب واحد تعرفوا من أن الجزائر بعد فطرة هذه التالي الاستقلال مرت بمراحل مختلفة الجزائر ما كانوا ش عندها معلمين بالشكل الكافي ما كانتش عندها مدرسة بالشكل الكافي لأن المدرسة حطمت أثناء الثورة بالتالي تشوه كل شي تاريخنا يعني كثير من الكتب التي أحرقت كثير من الأمور اللي زالت في وقت الاستعمار وبالتالي الاستعمار يعني لما خرج عسكريا سنة 1962 الجزائر كانت محطمة باختصار ذرك هذا الناس اللي هما جاءوا فيما بعد الاستقلال بين قوسين سواء بن بلا أو بومدين كل واحد والمرحلة التي عودت مرحلة الصعبة هي المرحلة التي عودت بن بلا لأنها كانت مباشرة بعد الاستقلال جزائر محطمة باختصار بن بلا هو مقعدش بزاف في الحكم وما يقدرش هو ينهض بالجزائر مهما كانت القوة نتاعه مهما كانت العبقاري نتاعه ولكن مع ذلك بومدين استطاع مع الجزائر التي كانت محطمة باختصار استطاع في فطرة واجيزة نتاع 13 سنة لما تقارنها نتاع بالفطرة نتاع بوتفلقة تشوف بالليه كان هناك فرق كبير يعني انت لما تشوف انت المداخل وتشوف انت المؤسسات اللي كانت منعدمة في الفطرة نتاع بومدين وتشوف أنه كان هناك مؤسسة في الفطرة تاعة أبو تفليقة كان هناك جيش كان هناك مؤسسة حتى إذا كان مؤسسة مريضة وتشوف الأموال التي دخلت الخزينة تاعة الدولة مقارنة بالفطرة تاعة أبو مدين والفطرة التي قضاها أبو مدين والفطرة التي قضاها أبو تفليقة كان هناك فرق كبير لما تشوف أنت الأسرة الجزائرية في وقت أبو مدين وتشوف الأسرة الجزائرية في وقت أبو تفليقة لما تشوف النوعية في وقت بومدين والنوعية في المدرسة في التعبوتفليقة لما تشوف انت النوعية في المدرسة مسجد كل شيء في الفطر انتعب بومدين الفطر انتعبوتفليقة تشوف كين هناك فارق كبير كين هناك فارق كبير إذن هذه المؤسسات وهذه الحكومات المتعاقبة كلها لم تعالج الأزمات هذه اللي عاشتها الجزائر ما زلنا إلى اليوم ما زلنا نبحثوا على هل ضرك لما حدثت أحداث وقت بومدين ووقت الشاذلي وجاءت هذه الأحداث انتع أكتوبر فيما بعد جاءت هذه انتع التعددية انتع الأحزاب ضرك هذه التعددية انتع الأحزاب كين اللي راه يقول مفتعلة كين اللي راه يقول باللي كانت هي النتيجة انتع ضغط شعبي كين اللي راه يتحدث على قضية انتع مثل أكتوبر يقول باللي قضية مفتعلة كين اللي راه يقول باللي هي النتيجة انتع ضغط شعبي حصل الذي حصل رانا تحدثنا على هذه المواضيع في تسجيلات مختلفة حتى باش منظرش نعود في نفس الكلام وحصل الذي حصل المهم فيما بعد أجريت الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية وفاز بها الفيس وألغيت الانتخابات باش منظرش داخل في التفاصيل ومنظرش هو أنه نغوص في هذا الموضوع قلت فقط نمر بمحطات برك الشيء الذي يدرك أرغموها الاستقال راه كينا بعض الأشياء تدل على أنه استقال ولا راه أقيل فيما بعد دخلنا في مرحلة مرحلة هذه انتاع العمل المسلح ذرك الناس اللي يربطوا هذا العمل المسلح يقول لك باللي راه كان هو نتيجة انتاع الغلق انتاع بمدين بدليل هو أنه كان نحنا راه في فترة من الفترات كان كذا وكان بو يعلي كان فترة من الفترات كذا وكان هناك تنظيم وكان كذا كان كذا كل هذه الأمور راه قابلا للنقاش حصل الذي حصل اغتيل بوذياف ودخلت الجزائر في دواما انتاع عنف وحاول هذا اليمين زروال بعد ما جابوه حاول من خلال الاتصال بالقيادة انتاع الجبل الإسلامية في السجن حاول هو أنه ينقذ ما يمكن إنقاذه صارت هناك بعض العراقيل كاين بعض الأشياء اللي أيضا راه تطلب وقت وتطلب بحث حتى باش تتضي حمله مبرر هذاك انتاع أنه زروال قال والله راه كينا رسالة انتاع علي بالحاج اللي هو رسلها للشريف قويسمي وعلى أساسه هو أنه توقف الحوار أنا شخصيا ما قناعتنيش هذا المسألة هذه خطر علاه كيفاش رئيس الجمهورية بين القوسين لأنه هو ما انتخبش عليه الشعب جابوه العسكر رئيس الجمهورية كيفاش يروح هو للسجن يتحاور هو وراه كان عسكري يراه جنرال يروح هو يتحدث لك ما علي بالحاج ان بيرسون هكذا وما يتحدث مع عباسي مدني وفما بعد يقول لك باللي هو علي بالحاج يروح يهدر معه في سجن هذا الأمور تبقى محل تساؤلات اللي راه يجيب عليها الوقت كان أمور اللي ربما ما توضحش لان يجي النهار واللي يتبان أيضا نفس الشيء بالنسبة لي علي بالحاج كيفاش انتاع هذا اللي هو راه يتحاور معه جنرال بتاع الجيش اللي راه هو وزير الدفاع وراه هو الرئيس وفما بعد يروح يرسل لك رسالة لهذا الشريف قويسمي إذا كان دارها أيضا راه كينا بعض الأمور اللي راهها ثانية توضحها وكينا بعض الأمور اللي نبحث عنها وإن شاء الله نوصلوا لها فهذه المسألة انتاع أنه أدت إلى الان سيدات ذرك هذه المسألة أدت فيما بعد إلى توقف هذا الحوار ولكن ذرك لو كان بقات المسألة غير بين وش اسمه عباسي مدني ولي بالحاج وزروال علش هما يستهدفوا محمد بتشين لماذا وش كون اللي يستهدفوا وش كون كلفولوا على جلبه شواء يخوض هذا المعركة مع محمد بتشين كاين أسئلة أيضا ثانية تطلب شروحات وتطلب تفسيرات حصل الذي حصل بعد ما وصل زروال لهذا الانسيداد هو فيما بعد زروال هو در الاستقال وقالوا له أراني قلتها في تسجيلات مختلفة بدل من هو أنك تعلن على الانستقالة يعني الانتخابات الرئاسية وكلفوله وبشير بمعزة لجلبه شيقنعو حصل الذي حصل ذكهنا كاين بعض الأمور اللي لاش باش نتحدثوا على قضية هذه نتعلم وصالحة لازمكم تعرفوا بالفترة نتعى زروال جرات هذه الندوة نتعى الوفاق وفي الفترة نتعى زروال جرات هذه الندوة أيضا نتعى عقد روما هذه كمحطات فقط على دل باش تفهموا هذه المسائل ذرك زروال قيل لنا من أنه راه تم اقتراح بوتفليقة على شو رفض في تلك المرحلة وجف ما بعد في التسعة ودسين مسائل تتطلب يعني بحث وتتطلب يعني دراية بهذه الأمور وتتطلب يعني معرفة بهذه المسائل بوتفليقة أيضا هذا تعرفوا باللي راه سراتي نفس بين وبين محمد صالحيحي وكانوا هما في نفس الحزب ذرك فيما بعد سنة تسعة ودسين لما أعلننا زروال الانتخابات الرئاسية تعرفوا باللي ترشحوا مجموعة من المرشحين وأنا شخصيا في تلك المرحلة رغم أنني لم أكن أنتمي إلى حزب جبه التحرير وحزب جبه التحرير التي كان ينتمي إليها كان الأمين العام أنتاحا هو عبد الحميد مهري اللي هو شارك في هذه المسألة أنتاع عقد روما باش تفهموا هذه المسائل ذرك القضية هذه زروال لما ذرك هو أعلن الانتخابات الرئاسية المسبقة كي بعض الناس اللي هما يقول لك باللي زروال هو هو ما وش حب يقعد في الحكم وزاهد في الحكم وبالتالي هو أعلن الانتخابات الرئاسية كما أسبق لي وأنه قلتكم بأنه استهدف محمد بشين واستهدف في هذه القضية انتاع الحوار بمعنى أنه كي الناس لي وما عرقلوه ذرك هو منطقي وعقلي لو كان جاء ذرك هو راه وزاهد في الحكم لو كان خلى الانتخابات الرئاسية تمشي على ما يرام وفيما بعد اللي فاز يفوز ما الذي دفعه هو هذا الشخصية السياسية اللي هي انسحبت عشية الانتخابات ولماذا زروال منذ الابتعاد انتاع للسلطة سنة وتسعين كل مرة يطولوا أرواح ولماذا لأنه خلاص اقتنع باللي هذا الناس ما يقدرش يروح معهم البعيد وهذا الناس راهم يمثلون تيار نافذ في البلاد سواء في المؤسسات أو حتى خرج البلاد يمثلوا تيار كي الناس يحكموا وراء السيطار وكي بعض الأمور اللي راها تتوضح لكم مرة ذرك هما لما داروا هذه الانتخابات ترشح هذا نحنا نحنا داروا له هذه القضية نتاع المجهد نتاع هذه استرد هما هما في 95 وداروا ترشح ضد زروال في 95 لماذا؟ لأنه في تلك المرحلة كانت جبهة التحرير جبهة التحرير اللي خرجوا منها أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وبودفليقة ذرك هذي الناس هما لما يترشحوا وش رحين يديروا رايحين يهزوا هذاك الوعاء الانتخابي هذاك ويديوه لي صالحهم بمعنى أن الناس داخل جبهة التحرير رايحين يمشيوا مع حمروش ورايحين يمشيوا مع حمد طالب إبراهيمي ورايحين يمشيوا مع يوسف الخاطيب كل واحد كيفش هما يدعموه وبودفليقة وش الشيء يرى يحصل انقسام داخل حزب جبهة التحرير بمعنى أن حزب جبهة التحرير تهلهل هما لازم هم جموعة أنت الفيس هم راحوا لبودفليقة ومن بعد قال هم جموعة راحوا لإحمد طلب الإبراهيمي وتعرفوا باللي كانوا يخوفوا بالجموعة أنت الفيس كانوا يخوفوا فيهم كانت التهمة هي الإرهاب واللي راحوا مشوهم معه معه الإرهابيين ومازالت التهمة إلى اليوم دليل هو أن في الانتخابات هذه البلدية اللي راحين يديروها في نوفمبر كي الناس اللي منعوهم من الترشع إلى هذا الأساس وهذا مما يدل من أنه ما كانش مصالحة حقيقية حبوا على جلبشهما في تلك المرحلة إذن على جلبشهما يدفعوا هذا الجناح نتاع نحناح على جلبشهما يغلبوا جهة على جهة أخرى ذركهما لما انسحبوا هذه المجموعة لأنه كانوا شاعرين بالخطر وأنا شخصيا تحدثت عدة مرات مع عحمد طلب إبراهيمي في هذا الموضوع عن تالي الانسحاب قال لك باللي المعلومات اللي عندنا تفيد من أنه هذا الأنصار اللي كانوا يتبعوا فينا راح مقادرين يروحوا البعيد وإحنا راحنا ندعيه للمصالحة ونحوسوا على جلبش نساهم في توقيف هذا الناس في الدموي كيفاش نروح نزيدونا خلقه أزمة أخرى الأحسن لنا هو أن نسحب وخلي هذا الناس اللي راهم ذركهما أصحاب القرار أولا الشرعية تكون منقوصة ورحين نزيدو ونحن ندفعوهم على جلبش هما يلجؤوا لهذاك الخيار السلمي ضنك ذوك هما هذاك الانسحاب لما داروه هذا أصحاب القرار القوار واحد مع الرين بالتالي ذرك بوتفليقة هذه الشرعية المنقوصة هي اللي خلاته هو يقدم على هذاك القانون تالوي أم لأنه زروال هو اللي راح دار حوار مع القيادة تالجبال الإسلامية وزروال اللي هو كان في تلك المرحلة دخل في نقاش مع هالجماعة أنت على ياس وهما بدورهم أيضا دخلوا في نقاش مع بعض الجماعات المسلحة واستطاعوا إلى حد ما تخفيف من حدة الأزمة ما توقفتش الدماء مية بالمية ذرك بوتفليقة فيما بعد هو دار هذا القانون تالوي أم المدني اللي هو عالج بعض الظواهر الأمنية استطاع يعني هو أن ينقذ بعض الأرواح وإعطال فرصة لبعض الناس هكذا لما دار هو القانون تالوي أم المدني اكتسب إلى حد ما تعاطف جزائريين داخل الجزائر وفي الخارج واستطاع هو ببعض القرارات استطاع هو أنه يكتسب يعني إلى حد ما تعاطف تالج الجزائريين بالإضافة إلى أنه بعد التيار الاستئصالي هذه مسائل يعني غير الإنسان اللي يحب هو يركب الراس تعهو كان بعض الأمور اللي يتحسب له ما نتفقش معه ننتقده في كثير من الأمور سواء تعلق الأمر بالفساد أو بالرشوة أو بالفساد الأخلاقي أو كذا ولكن كان بعض الأمور السياسية اللي ربما كان بعض الناس آخرين ربما لا يستطيع تديرها يعني نعطيكم كمثال يعني تخيل لو كان مثلا مهري مهري هو الأمين العم تحسب جب التهرير يعني لو كان يقول بودفلقة اتحدث بالكيفية اللي يتحدث بها عمار سعداني هل جنرال تفيقي يتحدث بها مهري ما يقبل ما يقبل هو رأى استعمال هذا عمار سعداني على جلب شوية يضرب بها ناس آخرين لأن كان بعض الأمور اللي رأى هو ذر كين الناس ما يقوموا بها لما مشا مع النحنا لازم تعرف باللي هذه المسألة وذكرها كين هناك فيديو كين هناك تصريحات كين هناك تسجيلات اللي ذر كين بعض من الناس اللي يتحدث على هذه المصالحة ويقول لك فلان هو باباها وفلان هو اللي دارها وفلان وكذا نتحدث كما قلت لكم أنا على بعض المحطات ونتحدث بموضوعية هني كنت نحكي لكم بعض الأشياء اللي تحسب البوتفليقة نحكي لكم أيضا في المقابل بعض الأشياء اللي هي تدحظ بعض الإدعاء تنتعو فمثلا قضية نحنا نحنا راكم تعرفوا كما كنتم قل لكم هما رام دفعوه لجل البشر ورح بوتفليقة لماذا لأنه هو اكتشف وراه ذوك الآن كان فيه بعض التسجيلات والفيديو وعض الشهادات اللي تثبت من أنه كان عنده علاقة بالجهزة على المخابرات وتحديد الجرال توفيق ذوك القضية هذه انتعو المصالحة راكم شفتوا إذن هذا لما داروا القانون انتعو المداني وجسرة اغتلاع عبد القادر حشاني ربي يرحمه مونع أحمد طلب الإبراهيمي من نشاط سياسي وكانوا بعض النواب في البرلمان اللي تابعين هم الحركة حمس كانوا اللي كانوا تابعين للنهضة وكان منهم اللي كانوا وزراء وكان ايضا هذا بوكروح اللي هو في العقد انتع سنتي جيديو كان موجود ثم واللي هو فيما بعد شارك مع بوتفليقة وهو كان من الحاضرين في هذا المسألة انتع حظر حركة الوفاء العدل اللي دارها أحمد طلب الإبراهيمي وانا واحدا من الناس اللي كنت معه ذرك بوتفليقة مشا في هذه سياسة انتع الغلق في العهدة الثانية في 2004 وش سراء هو انه راح بن بيتور هو انه زاد عاود راح له هذك بن فليس وفيما بعد وش دار هو بطبيعة الحال هو مش وحده معه ناس وراءه سواء في الجيش ولا في المؤسسة الأخرى ومشو معه جماعة حماس هذو مشو معه هذوك من هذو من اللي رام لك لما هو وقف ضده ايضا وراء ناس داخل المؤسسة العسكرية سواء في المخابرات ولا في اجهزة وحد اخرى وش دار عاود دار بوتفليقة سما زاد عاود تطعن في 2004 تطعن في 1999 بعد ما نساحب المرشحين وزاد تعاود تطعن في 2004 لما نطعن في 2004 وش دار عاود دار قانون السلم نفس الشيء في الأول دار القانون الوئة المدني وفي ما بعد قانون السلم في 2005 دعونا نحكي بعض الأمور هكذا قلت أنا كما حطيت برك ركم تعرفوا بالملف المخططفين والملف المفقودين ما لم يقال بعض الناس قالوا اروح نعطيك شهد الوفاة و اروح بسلم بالعافية قالوا اروح نعطيك تعويض و كين اللي راه هو قال لك لا لا اخويا انا منفرد شنف الدم منتاعي نفس الشيء بالنسبة للعائلات هذو اللي يسميوهم ضحايا الإرهاب نفس الشيء كين بعض الناس اللي راه معاوضهم قالوا لك انا اخويا ما تعوض نيش بدي رحم انا انا متعاوج ترجعلي فلان وفلتان هو ينشط في السياسة ما تعاوج انتا تسمح لدك ما تعاوج كذا اذن الاحقاد يلم تعالج ما زال الى اليوم رحم الالف المؤلم من الحرق كما تشوف فيهم يوميين رحم يخرجوا الاف مؤلف من الناس اللي رحم درك هم لاجئين البرة حتى الناس اللي رحم كانوا في وقت من الاوقات هما مع السلطة ومشاو معها ومشاو مع الزروال ومشاو مع سنتاع الجيش ومع نظار ومع كذا الى اليوم رحم ذرك هما ممش راضيين بهذه الاشياء اللي رحم قام بها بوتفليقة بالاضافة الى الحاش ينتعوا يعني اللي كانوا معاه يعني لما انتا تلقى بن فليس رحم وعرض لي وتلقى بن بيتور رحم وعرض تلقى شخصية واحد اخرى تفهم باللي هذا المسألة ما راهيش مبنية على الاساس بالاضافة الى انه الناس اللي رحم ذرك هما يقولوا بلي هذا وخان هو كانوا يقولوا بلي هذي ناس رحم خدم شمع بصفة وكذا ورحم تشوفوا السراء بين عمار سعداني وتوفيق ويحيا وسلال وكذا اذن الامور ما تبشر بخير وكما تشوفوا الانسداد اللي رأنا فيه ركم تشوفوا المعيشة والنوعية انتاحة في الجزائر وهذه الامور رحم معايشين هالناس في الداخل راه الناس تحكي على البطاطا وتحكي على شكرة الحليب وتحكي على الطماطيش وتحكي على كذا ووحد اخويا حقرون ووحد كذا وركم تشوفوا من خلال الرسائل اللي رأها تنشر سواء في الوسائل تال اعلام يعني قال الصحف والله في القنوات الفضائية الامور يعني تبين باللي الامور ما راهش بخير بالاضافة الى هذه التكتلات وهذه السراعات اللي رأها مازالها موجودة والجزائر رأها ماشي المجهول مدام رأها هذ امور يعني فقط كما حطات ملف الفساد انت شكيب خاليل انت وش اسمه الخليفة قضية تلك طريق السيار ملفت كثيرة انت الفساد اللي رأها منتشرة الرشوة السرقة الجهوية الفساد الاخلاقي احترام مكان النوعية انت الدراسة الدعوة كل شي حزاب الرداء اللي رك متشوفوا فيها كل هذه الامور تثبت من انه هذه المصالحة اللي دارها مصالحة منقوصة تتصالح معه وما زال الناس يراها الآن لك احنا في 2017 على مقرب 2018 يقول لك ناس رك محتل ونروح ونعيش في اليمن ونعيش في الخليج اذن هذه المسألة تعل المصالحة مصالحة منقوصة احنا الشي اللي نحوس عليه وشي هو ان تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية هذه المصالحة الوطنية تبدأ اولا بالحوار حوار اولا تكون مؤسسة مؤسسة لا تخضع لا للنظام ولا تخضع للأحزاب وهذه اللي احنا قلناه مؤسسة تعل المصالحة الجزائرية مؤسسة لا تخضع لا للأحزاب ولا تخضع النظام لكن للأسف الشديد هو ان احنا لحد الان ما زال ملقيناش ناس يعني اللي هما يمونوا هذا المشروع هي قضية في تموين وفيما بعد هو انه تتحاور الناس في ملتقيات في مؤتمرات في ندوات على كل المواضيع تناقشوا في مسائل تاعت التاريخ في المشاكل هذه اللي راها تتفاق كل يوم قضية تاعت الانتحار قضية تاعت العنوسة قضية تاعت البطالة القضية تاعت الحكم وشي هو الحكم اللي ليقبل الجزائر ونحاول هو انه نتناقش حول مشروع مجتمع ونوصل هو انه يكون هناك مؤتمر يعني يشاركوا فيه الناس كلهم دون اقصاء ودون تهميش ونمشيوا للبناء نتعى الجزائر الجديدة التي ننشدها لما تبنى المؤسسات على اسس صحيح يعني يكون القضاء في المستوى ويكونوا الوزراء في المستوى ويكونوا النواب في المستوى نخلقه احنا من خلال هذهك الاعمال من خلال هذهك الفضاءات للتأخي والتسامح بين الجزائريين نخلقه جو نخلقه سلوك جديد سلوك حضاري اللي هو يؤدي على جلب باش الجزائريين يتخاووا مع بعضهم البعض ونصيروا معناش هذه الحساسية انتع قبيلي وعربي وشوي ومزابي وترقي جزائر تجمعونا نتناقشو نتنافسو يا أخوي أرواح انت رك قبيلي وراك انت كي ما يقولوا قدها أرواح نسلم لك على رأسك خدم البلاد نسلم لك على رأسك أرواح شاوي وراك تخدم في البلاد نسلم لك على رأسك عربي وتخدم في البلاد نسلم لك على رأسك ترقي مزابي تخدم في البلاد نسلم لك على رأسك وهكذا انت رك تخرب في البلاد تكون عربي اراني ضدك تكون شاوي اراني ضدك تكون قبيلي اراني ضدك تكون ترقيران يضدك تكون مزابيران يضدك نشوف واحد يخدم في البلاد نسلم له على راسه ونعاونه ونسنده نشوف واحد راح يدمر في البلاد نقف ضده هذه المصالحة التي أنا أتخيلها وأتصورها وأعمل لها أنا أعرف باللي الأسرة الجزائرية ضربت في الصاميم من خلال وسائل الإعلام ضربت في الصاميم من خلال الفتنة العمياء اللي عاشتها البلاد ضربت في الصاميم من خلال المنهج المدرسية ضربت في الصاميم من خلال الدعاة الدراوشة ضربت في الصاميم من خلال الدعاة المتهورون اللي هم ينشروا في الحقد بدل المحبة والأخوة بين الجزائريين ينشروا في الحقد بين الجزائريين من خلال الخطابات هذيك اللي تدعو للانتقام وتدعو للمعلب JASON كذا كل هذه الأشياء هي اللي أدات لهذا الاحتقان وهذا الانسداد اللي راهوا واقف في البلاد إذن بدون منظر نطول ركم شفتوا إذن الفرق بين هذه المصالح أنت عبد الفلقة والمصالح اللي إحنا رأينا نحوسه إليه أنا منذ البداية كنت مع أحمد طلب إبراهيم ومشيت معه لأنه هو كان يحوس على الجزائر أنت على الجامعة وكان يحوس على معالجة بعض الملفات ولو أني فيما بعد الآن كان بعض الأمور اللي ما نشمق تنع بها كانت في تلك الملحلة في سنة 1999 لأنه ما كانت عندي معلومات كافية حتى في مجال مثلا الدراسة الحمد لله هو أنه بعد ما خرجت البر على الخارج وطلعت على كثير من الكتب ودرست أيضا في الجامعة وساعدوني أيضا بعض الموديلات يعني اللي قريتهم مثلا بين الموديلات اللي ساعدوني هما في فهم كثير من الأمور موديل تعلق البسيكولوجي سياسيين والشهادات يعني اللي خلتني نفهم الأزمة الجزائرية بعمق بالإضافة إلى الشهادات انتع بعض المجاهدين اللي داروها تتعلق بالثورة وفهمت هذه السراعات وفهمت باللي المسألة لا تتعلق بأحداث أكتوبر تاعة ثمانية وثمانين ولا بهذه القضية انتع السراع بين اللي بالحاجة والنزار وإنما عندها أبعاد واحدة أخرى وبالتالي المصالح هذه اللي راني نشوفها هنا هي تعالج كل الأمور منها ما تعلق الأمر بمسائل تاريخية منها ما تعلق الأمر بالسياسة منها ما تعلق الأمر بنظام الحكم منها ما تعلق الأمر بالدعوة بالرياضة بالثقافة بالسياحة بكل المجالات المشروع أنتع المصالحة اللي أنا نعمله واللي أنا مؤمن به هو اللي مس كل الجزائر يمس الطفل يمس المرأة يمس العجوز يمس العانس يمس البطال يمس السياس العسكري يمس الناس كل إذا كان وصلت هذه القناعة وصارت وعي عام عند الجزائريين إن شاء الله لما لا هو أننا نتعاون مع بعضنا البعض أن أرني منفتح لكل الجزائريين والجزائريات اللي هما تمهم الجزائر وحبين هما نعيش وخاوة مع بعضنا البعض في الجزائر نتعاون مع بعضنا البعض أما الانتهازيين والوصوليين هذو كل رهم هما يستغلوا في الأحداث كل ما جاء حدث يحاولوا هو أنه يوظفوه ويحاولوا هو أنه يدفعوا من أجل تهييج الشارع ومن أجل إخراج الناس على جلبش فيما بعد صار فوضى وحدة أخرى إحنا رأينا تجرب رأيها صارت كوارث صارت أحداث صارت فتنة عمياء وأنه رهمت الآلاف المؤلفة من الجزائريين وما زال إلى اليوم ما زال مع الجناش الأزمة ما نقدرش أنا أنه رح نزكي خيار طاع واحد اللي رأي هو يدعي خرج للناس للشرع والله نرح نمشي أنا مع واحد مهبول على روحه والله بهلول ما رأيوش فهم لمن كعو لمن بوعو نرح أن نتبعه نحوص أنا هو أنه يكون هناك عمل جماعي نخدمه مع بعضنا البعض على جل بشنبني والجزائر مع بعضنا البعض تعرف الناس حقيقة ماذا جار وإذا كان يكون فيها عفو العفو هذي يكون بشروط وبضمانات هذه هي الأمور أنا اللي رأي مقتنع بها الإنسان اللي حبي يطالع المشروع المصالحة الجزائرية رأي نوضع لكم الرابط نتع الكتاب في أسفل التعليق نتع الفيديو وماذا بي باشي طالعوه وأنا رأني منفتح إذا كان فيه بعض الأمر اللي نقدر نحسنوها أو بعض الأمر اللي نقدر نظفوها أنا رأني منفتح على كل جزائرين والجزائريات اللي هما تهمهم البلاد ويحبوا البلاد ويحبوا النهضة نتع البلاد هذه باختصار إذن الإخوة والأخوات المداخل نتاعي فيما يتعلق بهذه المصالحة الجزائرية والمصالحة المنقوصة نتاع بوتفليقة لازمكم تعرفوا باللي بوتفليقة ما راهوش هو اللي كان وراء المصالحة هو راهو فقط يعني مشاء كيف ما شرحت لكم وإنما كانت فيهم محاولات من قبل كل جزائري وجزائرية رهم ساهموا في توقيف يعني الدماء وحاوله أنه ينقض أي إنسان سواء كان في الجيش والله كان في المعارضة والله كان كذا حاولوا أنه يقنعوا واحد على جلبه هو يبطل من الاقتتال هذاك رهمه ما ساهموا في هذه المصالحة سواء مواطنين سواء دعات سواء سياسيين والله إعلاميين كل إنسان اللي راهو ساهم هو في التجفيف انتاع الدماء ولو بشكل نسبي المهم راهو الشارك هو في هذا الخير هذا اللي راهو رايح يعود بالمنفع على البلاد وكل إنسان راهو هو يشارك في دفع الناس للعنف ودفع الناس للخروج للشارع وتهييج الناس وهذاك الإنسان راهو يدفع إلى الاقتتال إذن الإخوة والأخوات هذه باختصار مداخلا تعي إن أصبتوا من الله وإن أخطأتوا من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر